متابعي قناة شاهد فيديو وفاة الفنان والإعلامي طلال الحرب في حادث سير إليكم ما سبب الوفاة وتفاصيل الحادث ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا في القناة بالضغط على زر لايك واشتراك وفاة الأعلامي السعود طلال الحرب الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر 63 عاما بعد تعرضه لحادث سير تحدث نجل الفنان طلال الحرب عن تفاصيل وفاة والده في تصريحات صحفية حيث قال إن والده انتهى من تصوير مشاهده بالجزء الثاني من مسلسل بنات الملاكمة في أبو زبي الإسبوع الماضي وعاد يوم الجمعة وذكر ابن الراحل إنهم خرجوا يوم السبت الماضي من منزلهم وتعرض معا لحادث سير مروري وأوضح إن سيارة مسرع قد صدمت والده ففارك الحياة في الحال وتابع إنه أعلن خبر الوفاء عبر موقع تويتر وأكد فادي طلال إن والده لم يعاني من أي أمراض وكانت صحته جيدة حتى إنه كان بالأمس مع فارق عمل لبنات الملاكمة ولكن حدث أمر الله حرص عدد من الإعلاميين والفنانين على نعي الفنان الراحل طلال الحربي وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب المخرج والممثل عبد الرحميم محمد عبر حساب مواقع التدوينات القصيرة تويتر قال الله يرحمه ويغفر له كان معنا منذ أربعة أيام في أبو زبي وتبع عبد الرحيم محمد قائلاً كان بائل ومشاهد وعلى أساس يرجع بعد أسبوع ويكمل رحمك الله يا أبا حمد كنت الرجل المبتسم دائماً خبر وفاتك أثر علي علي وعلى كل فريق العمل لن ننسى رسيلك الصوتية بالوايد سئاب وضحكاتك إن لله وإن إليه رجعون طلال الحرب ممثل وإعلامي صعود يحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1985 وبدأ العمل كمزيع وعام 1991 في الإزاعة الصعودية وشارك في عدد من الأعمال الفنية كانت بداية طلال الحرب مع الفن من خلال مشاركته في فيلم يا عزيزي كلنا لصوص عام 1989 جسد خلال دور صحفي شارك بعد ذلك في مسلسل بابا فرحان عام 92 جسد خلال شخصيته مدير مدرسة وكان أحد أبرز الأعمال التي شارك فيها ثم شارك بعد ذلك في عدد من الأعمال التي لقت كبولاً كبيراً لدى الجمهور الخالجي وإنا إلى الله وإنا إلهي رجعونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر